اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا نود معكم من جديد مع ضيفي الفاضل الشيخ مرزوق العازمي الإمام والخطيب في وزارة الوقاف الحديث حول أدب الفراغ حياك الله شيخ مرزوق و سعداء بالقاعد حياك الله شيخ مرزوق الأدب مع الله عز وجل و محور حديثنا في الحلقة و ذلك نبدأ هذا الحديث بتعريف ما هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و أجمعين و بعد لا شك أخوة بابايد أن الأدب مع الله عز وجل هو أوجب واجب و هو أعظم مطلوب أن يتأدب الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى في خلوته أو أمام الناس في عبادته في أفعاله في أقواله في كل تصرفاته أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى رأس الأمر و باب كل خير أن تكون متأدبا مع ربك سبحانه وتعالى أما التعريف الذي سألتني عنه فهو فعل ما يقرب إلى الله من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة هذا تعريف الأدب مع الله سبحانه وتعالى أننا نفعل كل ما يقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى من الأقوال أو الأعمال الظاهرة و الباطنة أن نفعل ما يقرب ما يقرب إلى الله أما الابتعاد ليس من بلى بالمقابل بالمقابل نعم نفعل و نبتعد لا شك تبتعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة و الباطنة هذا لا شك أنه من الأدب طيب شهر زوق و نتكلم عن أنواع الأدب مع الله عز وجل نعم لعل المستمع يقول كيف تأدب مع الله لابد أنك تعرف أن الأدب مع الله عز وجل على أنواع و على أقسام فهناك أدب في الاعتقاد وهناك أدب في الأعمال وهناك أدب في الأقوال و إن شاء الله مع حلقات هذا البرنامج المبارك سنأخذها كلها كاملة فالأدب مع الله عز وجل في اعتقادك اللي هو الباطن في قلبك و ما تعتقد من الله سبحانه وتعالى و ما تعتقد فيه جل جلاله و عظم السلطانه و أدب مع الله عز وجل في الأعمال كالصلاة و الصيام و غيرها و أدب مع الله جل و على في الأقوال كذكر الله سبحانه وتعالى و غيرها من العبادات نعم طيب ذكرت قولة قليل الشيخ مرزوق مسألة مهمة من أنواع الأدب مع الله عز وجل و هي الأداب المتعلقة بداخلك و قلبك الأعتقاد نعم أيضا و نتكلم عن أنواع التوحيد شيخ مرزوق و هذه الأنواع ما علاقتها بحديثنا عن هذه الأداب شيخ مرزوق نعم الأدب مع الله عز وجل مقرون بتوحيده و اعتقاده لأنه أمر باطني و الأدب مع الله سبحانه وتعالى يكون بإفراده جل و على بالعبادة الألوهية و الربوبية و الأسماء و الصفات و هي هذه الأنواع التوحيد اللي اسألتني عنها الأنواع التوحيد الثلاثة أن تفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيتي و أن تفرد الله سبحانه وتعالى بإولهيتي و أن تفرده جل و على بأسمائه و الصفات و لعل المستمع يقول شنو هذه الكلمات أو هذه التعريف و شنو مدلولاتها سنأخذها إن شاء الله واحد واحد أما تعريف التوحيد الربوبية فهو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراده جل وعلا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور هذا الربوبية ما يتعلق في ربك سبحانه وتعالى بأفعاله وتصرفاته هذا الربوبية أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بأفعال العباد نصلي نصوم نتصدق أفعالنا البعض يقول الشيخ مرزوق الربوبية هي من الأعلى إلى من الخالق من الأعلى إلى الأسفل والألوهية من الأسفل إلى الأخلق من المخلوق إلى الخالق هذا أيضا تعريف جميل حتى تميز بين تعريفين التوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة أو إفراد الله بأفعال العباد منك أنت إلى ربك من الأسفل إلى الأعلى الربوبية من الأعلى من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق نعم طيب بقي الإسماء والصفات الإسماء والصفات أننا نثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا وننفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيد نكون معاك إن شاء الله شيخ مرزوق حول علاقة الأداب بهذه الأقسام مقسام التوحيد لكن نشعل هذا الفاصل إن شاء الله تعالى إذا فاصل وراجع لكم خلقكم معنا أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد رجعنا لكم في أدب الفراغ حياة كارلات شيخ مرزوق يا مرحبا شيخ مرزوق الأدب مع الله عز وجل خلال أنواع توحيد الثلاثة نبدأ بالأدب مع الله عز وجل في الربوبية كيف يكون ذلك كيف نتأدم مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته هو الاعتقاد الجازم بقلبك أن الله وحده المتصرف في الكون هذا الأدب مع الله هذا الأدب مع الله أنك تعتقد وتدين الله عز وجل تتدين إلى الله بأنه هو وحده المتصرف في الكون كله وهو وحده الخالق للكون كله قال ربنا جل وعلا الله خالق كل شيء فالله هو الذي خلق الكون بأكمله وبأسره وهو وحده المتصرف في هذا الكون لا يتصرف أحد غيره وكما قال الله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوته كل شيء وهي يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فيجب أننا نؤمن ونتأدب مع الله سبحانه وتعالى بأنه هو الرب الخالق الرازق المدبر المحي المميت هذا لابد أننا نعتقده في قلبنا لأن هذا من أعظم الأداب مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته نعم شامر زوج يعني هذه الأداب من الله عز وجل فقط في اعتقاد أم بأمر آخر عملي و فعلي هذا لا شك لأن الاعتقاد مقرون ينعكس عليه بفعل فلما تعتقد أنت بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي قدر وهو الذي سوى وهو الذي دبر الأمور وهو الذي يتصرف فما تقول لشين فعله الله تقول ليت الله ما سوى قد الله و شفى مثلا الزلايز ليت ما مات فلان ليت فلان ما هذا أدب جميل يجرك ليش؟ لأنك أولا اعتقدت في قلبك أن الله هو الذي قدر هذا الأمور نعم تقول أمنا به كل من عند ربنا والحمد لله على كل حال قدر الله ما شعف هذا إنه لله و إنه ليه رجوع الأذكار الواردة في المصائب و غيرها نعم طيب شامر زوج يعني كيف نتقدم الله عز وجل في هذه الروبيه كيف يكون ذلك الأدب يعني حقيقة شون ينعكس علينا بالضبط ممتاز هذا السؤال جميل يعني الحين لما أنا أعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر كيف ينعكس هذا عليك ينعكس عليك أنك تفوض الأمر إليه الرضا بقلاء قدر أنك ترضى بما قدر الله عز وجل تفرد الله بخلقه شوف الرزق مثلا من الروبوبيه أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت الرزق أنا من هذه الشاشة المباركة أوجه رسالة لتصحيح كلمة مشهورة عندنا يقول لك قطع الرقاب ولا قطع العناق ولا قطع الرزق قطع العناق ولا قطع الرزق هذه العبارة خاطئة بجانب معين أنا مشهورة شخص نعم هذه العبارة خاطئة من جهة وصحيحة من جهة صحيحة من جهة أنك لا تسعى لقطع رزق أعطها الله أحد من الناس لكن الخطأ أن ما أحد يستطيع يقطع لرزق يخي الله هو الرزاق ما تستطيع أصلا أنت قد تكون سبب قد تكون سبب إذا الله أرادك أن تكون سبب ببعض لكن ما يستطيع أحد من الخلق مهما عالت رتبته ومسؤوليته أن يقطع رزقا أو يؤخره سبحان الله ما كتب لك يجيك سبحان الله قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن رزق العبد شوف إن للتوكيد نعم وانظروا إلى جمال لفظه صلى الله عليه وسلم إن رزق العبد يطلبه كما يطلبه أجله شوف قال يطلبه يعني يجيك يجري وراك رزقك جاي Joey لم يتمد حتى يستوفي رزقه وأجله نعم في الحديث الثاني إن رزق العبد يطلبه كما يطلبه أجله الرزق جايك جاي ما يستطيع أحد يؤخره ولا يقطعه كما يطلبه أجله وهو الموت الموت جائنا جائنا كذلك الرزق جائنا جائنا في الحديث اللي ذكرتها الآن الله يسعدك قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تموت نفسه حتى تستوفي رزقها والسن والتاء للطرم يعني تأخذ رزقها كامل مكمل فشون ينعكس علينا إذا عرفت أن الله هو الذي يرزق وهو الذي يقدر تطمين يا أخي إذا فاتك شيء ما تقول والله راح ترزاقنا ما تقول والله فاتني الخير كان جاء لي فرصة وضعت لا تطمين بأنه ما قدر الله لك يجيك وما لم يقدر لن يأتيك إذن اشترك شيخ مرزوق على هذه الحلقة و أيضا على تصحيح هذا المفهوم الشاع الخاطئ أقول لك زاك الله خير و أبارك الله فيك أيضا شكر موصول لكم وحبتنا و مشاهدي برنامج أدب الفرعب لأنا معكم إن شاء الله لقاء جديد في حلقة مقبلة لكن حتى ذلك الحين نقول لكم قبل طاعتكم و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر